ما كنا نقدر نحرك دبابة وحدة ناقلة وحدة ما كنا نستطيع تحريكها لأنه فورا يتم رصتها وضربها ربما نستطيع أنه نسيطر على أجوائنا نوعا ما لكن سيطرة الأجواء هي ليست بمعدات عراقية من أجل أن نستطيع عدامتها ونستطيع جلب الاسبير باس والأدوات الاحتياطية ونصنع حين بلد غير مصنع احنا بلد في هذا الموضوع مستورد كان قبل الـ 2003 عندنا منشآت تصنيع العسكري ممكن أنه نحور كنا نحور بالدبابات كنا نحور بالناقلات نحور بالهاوانات كنا نحور حتى في الطائرات كل شيء كان مباح إنا ونستطيع أن نقوم بهذا الشيء كخبرات موجودة لكن الآن ما حد يسمح لنا نسوي منظومات لحد معاملات تصنيع الطرقات يمكن هسه بنث عقد عليها لحد الآن البلد أكو بلدان هو يبدأ تنتج طائرات مسيرة يمكن إحنا عدنا بعض الإشكالات في إنتاج طائرة مسيرة عراقية حقيقية فلذلك أنا أقول لك نعم ربما مؤقتا نستطيع لكن بعدها هذه المعدات التي سيطر بها على أجوائنا ستستهلك ما هي الطائرة مثل عجل أو مثل أي شيء أيضا تستهلك تحتاج لها مواد احتياطية تحتاج لها أسلحة بصورة مستمرة والأسلحة الغربية والتي نستخدمها كلها غالية يعني بقبضة زر بكبسة زر ممكن أن تخسرين 30 أو 40 ألف دولار بقنبلة واحدة نزيل ربما تصل إلى 100 ألف دولار إذن هذا الموضوع يحتاج لصرف يحتاج لإدامة حقيقية يحتاج لتمكين يحتاج مساعدة ربما كان القوات التحالف تقوم بدور كبير في هذا الموضوع حقيقة أتمنى أنه تستمر في مساعدتنا في موضوع العتاد موضوع الصيانة موضوع الشركات الموجودة هنا لذلك يعني هوايا كثيرين لا يعرفون الضرر في هذا الموضوع نعم قواتنا على البر لا تحتاج شيئا لدينا جنود مقاتلين الرغم نحن نعطي خسار حقيقة نعطي شهداء كل شهر يعني عمليات كثيرة تشن من داعش لكن على الأرض نستطيع القول أننا مسيطرون لكن تبقى السماء كثير كثير من المعارك احنا خسرناها نتيجة السيطرة الجوية يعني أقرب مثال هذا معروف للعراقيين يعني هم بالكويت كيف استطاعوا يعني معركة الخليج كيف استطاعوا والتغني بعد جيش عراقي لا الجو الطائرات يعني دمرت قطعاتنا دمار هذا الموضوع لا أتكلم سرا فالكثير عايشة ويعلم ما حدث ما كانت تستطيع القطعات ما كانت تستطيع طير طيارة وحدة من عندنا هم كانوا يمتلكون سيادة جوية وليس تفوقا جويا وهذا فرق بالكلمتين تفوق الجوي قوة جوية مقابل قوة جوية أحدهم وتتفوق على الأخرى لكن كان من شن هجوم على العراق في وقته كان يمتلكون سيادة جوية ما كنا نقدر نحرك دبابة وحدة ناقلة وحدة ما كنا نستطيع تحريكها لأنه فورا يتم رصتها وضربها وكذلك منظومة الدفاع الجوي فلذلك هذا الموضوع أتمنى من يفكر ويتكلم خل نترك الوطنيات على صفحة نترك الوطنيات على جهة أخرى ونتكلم بمصدحة العراق والعراقيين